احتج صباحة امس تلاميذ ثانوية بولكين بحسن داي على قرار غلق مؤسستهم التي ستحول الى متحف وطني فيما يحول تلاميذ الى ثانويات مجاورة التلاميذ الذين نعتبروا ونتحويلهم الى ثانويات اخرى لا يخدموا مصلحتهم كما من شأنه يؤثر سلبا على مردودهم الدراسية العام المقبل سيام المقبلين على شهادة البكالوريا تطيكانت لجمال دينبوشا واسمع المحبوبة اخويا كيفا نقول لك حنا اتفاهمنا في فيسبوك اتفاهمنا جامعة واكايا اخطرش كين سباحة يغلقونها تانوية ما كان حتى قارر يبينك بالليحة تتغلق تانوية انا فوق احتجاجي يعلج الغلق تانوية بولكين لانا نقالوا فيها اجاهم قارا قليك يغلقوها وكلا الدوكر وجوهم التانوية التاليبية والاينة احتجاجه وتانوية لم يقف عند هذا الحد بل استطاعوا ان يكسبوا تضامن بعض الستيدة والاولياء الذين طلبوهم ايضا بضرورة الغاء قرار غلق المؤسسة وتحويلها لمتحف اثري امر ضبرا بليل اللي بخذ انه خلوا التلاميذ يخرجوا راحة الستيدة يضعوا العطلة تحم وبدو يديروا في المكيدة هذه يحولوا التلاميذ سنوات الاولى المفرضي جونا الى تانوية اخرى التلاميذ تعنا من بعد كان البلتا تحم يعني الكشوف كانت مكتوبة يعني سنة تانية في بولكين اذا بالتحدة كما قولوا احنا بالاستيلو يكتبوا باللي يحول الى تانوية كذا بالتعليبية وعائشة للبنات هذه الطلبة يقعدوا في هذا في هذه التانوية وفي عامهم تعالباك ومدى بنا ما يضيعوش خاشو كان يخرجوا منها الأفكار تحنت تبدل وبنتي متعلقة بزف بهذه المريحة فيه الأستيدة عاجبينها